وربما مكرون خزية شديدة جدا عندما أراد أن يستقبل مريم فلما أراده يفتخر بهذا الأمر نعم لجاءت من مالي هو يريد أن يفتخر بأنه حررها وأتى بها إلى فرنسا وكان هذا في التوقيت الذي يسيء فيه إلى من هو؟ إلى النبي على ساته السلام فلما هبطت من الطائرة قالت له أنا مريم أنا مسلمة أنا دخلت في الإسلام فأظهرت له حقيقة أن حقده الذي يظهره للنبي على السلام إنما يأتي عليه بإيه؟ عليه هو في البداية بالوبال ويأتي على العالم الغربي بالخير الكثير جدا لأن الناس يتفهمون من هو النبي على السلام والإنسان الغربي كما قلت لك إنسان لا يحب الظلم لأحد حتى للمسلمين أنفسهم أنا أتكلم عن الشعوب الغربية لا عن الحكومات الحكومات ده شيء آخر إنما الشعوب الغربية شعوب طيبة نتمنى أن نصل إليها وأن نصل إليها الفكرة هذه الشعوب عندما ترى المسلمين أيضا ينتفضون لنبيهم عليه الصلاة والسلام يبدأون في التساؤل لماذا لماذا ثم إنهم ينكرون على قادتهم لماذا يفعلون هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام مكرون نفسه في فرنسا وجد هجمة كبيرة جدا من الفرنسيين أنفسهم غير المسلمين على مكرون فلماذا تعادي هؤلاء الآن في الهند أن نفسها أيضا هناك من الهندوس من يقف أمام رئيس الوزراء وقلوا أنت لماذا تعاديه لأن معادات النبي عليه الصلاة والسلام إنما تحدث مشكلات كبيرة جدا في العالم وخاصة في هذه الدول فأنت لماذا تعادي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلنك؟ اشتركوا في القناة